أسر أنت آخر واحد في القصة بتاعة الأرجنطين وفرنسا دايت عشان شايل لك خير في اللي جاي طيب ماشي شايل لك خير لو كده أوكي أنا أكده معاك طيب يلا بي أول واحد في الحاجة فيها خير كبير أول لا حالو جدا من الحاجات اللي كانت ملفتة في المباراة دايت أو مش المباراة دي بس فرنسا مع عديد الشام في كل المباراة اللي عبوها في البطولات السابقة هو عدد تنديد الشام في المباراة الكبيرة اللي زي دي غالبا بيسيب الكورة في البداية وبعد كده يشتغل على تحولات هجومية ويستغل سرعاته ويغلي المنافس أنه يسيب له الكورة وده تصورت أنه حصل مع الأرجنطين في بداية المباراة قلت آه هو دي شام سيب الكورة للأرجنطين ولكن الأرجنطين مسكت في الكورة وما سابتهاش ومنعت كمان أن فرنسا تعرف تخرج بالكورة على غير العادة يعني وتعرف تعمل تحرارت لدرجة المبابية أول شوطة ليه كان في ديئة سبعين إزاي سكلوني تفوق التفوق ده كله على دي شام في هذه المباراة كلام سليم يا كريم يمكن دي شام عنده طبعا أفضلية أنه استقرار مع الفريق عشر سنين الناس بدأت تتكلم أو تنطاقت طريقته أنه منتخب الفرنسي بالدبث سكوات دبث أو برفاهية الاختيارات في العناصر يطلع من المنتخب ده بالعناصر دي كورة أعلى من دي بكتير هو راجل براجماتي بيلعب على قد الماتش لكن راجل بيقول دي طرقي وأنا مؤمن بأسلوبي وخدت بيه بطولة 2018 وخدتها كلاعب وخدتها كمدير فني سكلوني الحقيقة التحية ليه على المرونة تيكتيكية وتغيير كل مباراة على قد ما هي محتاجة شوفنا في ماتش ولندا بغير الأربعة أربعة أثنين بلعب بالتلاتة خمسة أثنين أو خمسة أثنين في حالة الهجوم فكرة الوينج باك مولينا اللي كان بيقدم مستوات متواضعة جدا يبقى الوينج باك اليمين ميسي في لمحة من لمحاته الأسطرية يدي له أسست الحد النهاردة مش عارفين هو شافه إزاي يدي التقدم لمنتخب الارجنتيني على مباراة هولندا ويفاجئ فانجال بالإرث الكرة واللي عند فانجال وتاريخه النهاردة نفس الكلام حصل مبارح في البطولة فاجئ الكل إنه رمى ديمارية ناحية شمال وفاجئ ووتر ديشومت جدا ويقدر إنه يكيف الاختيارات بتاعته على حسب المباراة بعتقد الشوت الأولاني منتخب الفرنسي أفضل مشاهد أو أفضل متفرج ياخد جايز أفضل متفرج على اللقاء هو ما دخلش الجيم وما كانش موجود تسايل الأرجنتين زي ما أنت كنت قلت له يا كريم الاستحواز حتى مع الأرجنتين يعرفوا زي يخطفوا المطش ديمارية ضحك على ديمبالي قدر ياخد ضرب الجزاء حتى المناس بتقول سوفت بانلتي أو يعني بسيطة لكن قدر يضحك عليه حط أرجنتين في مقدمة وجيت تأكيد بالهدف الثاني حتى التغيير اللي حصل في آخر الشوت الأولاني كان فيه استعجال وتوتر كتير جدا من ديشو لما عدل أنا أعتقد أن فرنسا دخلت المباراة كريم في آخر ربع الساعة لما حصل في ديشو من أول واحد ديشو تغييرنا حصل في ديشو 71 دخلت فرنسا اللقاء قدرت أنها ترجع للقاء فبالتالي سكلوني الحقيقة لازم غير الاستحقاق والإنجاز اللي عمل روز النباروس كريم إن واحد من مدرب مساعد وبدايات بسيطة جدا بدايات متواضعة جدا المدرب مساعد في إشبلية المدرب مساعد أرجنتين إلى أن أصبح رجل أول الآن سكلوني بيجمع بين المدرب الوحيد أرجنتين وحيد اللي جمع بين كوبة أمريكا ورجع كرامة التانجو أو منتخب الأرجنتين بعد 28 سنة أنت مش عارف تاخد كوبة أمريكا وهدف طبعا ديمارية في المراكانة الهدف الأسطوري ده النهاردة بيجمع ما بين كوبة أمريكا وكاس العالم النهاردة بيبقى ثاني أصغر مدير فني في العالم بيحصل على كاس العالم بسن 44 هو أصغر مدير فني في البطولة بالمناسبة والمفرقة الكريم من الأول بقى أصغر مدرب هو سيزار لويس مينوتي في 78 اللي كان برضو أرجنتيني وكانت 39 سنة فبالتالي كل تحالي سكلوني كورة بتكافئ الجريء المدير الفني المجتهد اللي زي ما هو كان حاسس أنه عايز يكافئ ميسي في نهاية مشواره ويتبروز ال 16-17 سنة متاعنا فيها هو كمان كوفئ بأنه حصل على القبطة